المجلس الأعلى للبيئة تكريسا لنهج التواصل والسرعة في الإنجاز من قبل المجلس الأعلى للبيئة هو ما مكنه من حصد جائزة التمييز في التواصل مع العملاء 2021 ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل حيث ستشكل هذه الجائزة دافعا كبيرا لمواصلة العمل لمنتسبي المجلس الأعلى للبيئة نحو المزيد من التمييز نظرا لما قدمته ووفرته مملكة البحرين لجميع المؤسسات لترفع مستوى الرضا لدى العميل تجاه الخدمات الحكومية كافة هذا الفوز جاء ثمرة للجهود المتميزة في سبيل تنفيذ توجيهات عاهل البلاد المفدة نحو جعل المواطنة أساسا للتنمية على كافة الأصعدة وتحقيق رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الهدفة لتطوير العمل الحكومي والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ويحرص المجلس الأعلى للبيئة على مواصلة العمل وإنفاذ توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدة رئيس المجلس الأعلى للبيئة بتحديد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومتابعة تنفيذها مع المؤسسات الأخرى كما يختص بحماية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة ويعمل المجلس على مواصلة تعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة وتشجيع استخدام التغنيات الصديقة للبيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة